اللي بتعلق له محليل بقى في النهار الرمضان تأتعب فأغمع ليه فلازم يروح للمستشفى ويتعلق له محليل حكمه ايه يا دكتور؟ كل الإبرة لا تفطر بس دي محليل دي مشت في الدم حتى ولو محليل ما في مانع ليه؟ لأن الجلد والمسام ليست منفذ مفتوح طبيعي فالإبرة تدخل في الوليد تدخل في العضل تحت الجلد كل أنواع الإبرة لا تفطر حتى وإن كان ضعيف ويحتاج إلى غذاء وكذا وكذا وتغذى بالإبرة نعم حتى ولو كان كذلك لماذا؟ لأن هذا لا يطلق عليه طعام لا يطلق عليه طعام ودخل ليس من منفذ مفتوح طبيعي وإنما دخل من مسام الجلد وعلى هذا فلا يفطر وصيامه صحيح وصيامه صحيح